في ابن نابي عامر منصور نابي عامر لماذا تضحك؟ سالفته سالفة عطلة سالفته طبعا عبدالرحمن الناصر تولى بعده ابنه الحكم المستنصر اللي لا يقل عن والده في العظمة والقوة الحكم المستنصر الحكم كان عنده ابنه هشام المؤيد بالله لما توفي الحكم عام 366 هجرية كان ابنه صغير في السن 13 سنة وكان يطمح أن ابنه هو اللي يتولى الخلافة حتى تكون في سلالته الخلافة من بعده فاستأمن عليه رجالات الدولة أبي جعفر المصحفي القائد غالب وكذلك أبو جعفر المنصور اللي كان وزير لابنه تحديدا وترقى في المناصب حتى أصبح من وزراء الدولة ابن أبي عامر هو قاعد يخطط الآن أنه كيف أقضي على اللي أعلى مني وأتفرد أنا تغني دولة عامرية دولة عامرية نجح في هذا الأمر وقضى على كل من كان أعلى منه استعان بالعرب استعان بالبربر استعان بالسقالبة كان ذكي جدا لدرجة أن لسان ابن الخطيب يقول فيه آية من آيات الله في المكر والدهاء يعني يصف ابن أبي عامر وفعلا كان شيء عجيب فعلا تمكن من الدولة وأزاح كل المنافسين وجاء هو لربه هشام المؤيد بالله يعني من طفولته كان هو وزيره فتفرد بالدولة وأصبح هو حاج بالدولة حاج بالدولة مثل رئيس الديوان خلاص هو بيده الأمور القوية في الدولة وفعلا تمكن هناك وبدأت أحداث كثيرة يعني بعد ما قضى المنصور على كل خصومة بدأ يقاتل من النصارى النصارى في تاريخهم ما مر عليهم أحد قاتلهم مثل منصور بن أبي عامر يعني كان شيء عجيب اللي كان يسويه لدرجة أنه يذكر أنه 57 معركة قادها بنفسه لقتال النصارى في الشمال لم يخسر أي وحدة منها ما خسر ولا معركة ولا معركة الروايات الأسبانية تذكر أنه خسر معركة واحدة وروايات الإسلامية تذكر أنه لم يخسر ماذا الرواية الإسلامية؟ المؤرخين الأسبان المعروفين يرجحون أنه لم يخسر لكن فيه روايات أسبانية لأن الروايات الأسبانية دعنا نقول نوعين روايات الكنسية وروايات المؤرخين المؤرخين يجمعون الأسبان على أنه لم يخسر روايات الكنسية؟ الكنسية لا روايتها شوية أنه فيها واحدة مختلفة فالمنصور هو اللي يعني صح كانت له نهضة علمية وكان له اهتمام الخليفة أصبح اسم فقط ما له أي دور صار هو الحاكم الفعلي هو الحاكم الفعلي للدولة وهو اللي بيده كل شيء الحاجب المنصور عرف وإن كان عرف بالقوة والعدل وكذا لكنه أضعف المركزية الأموية لأن الأمويين الدولة العباسية مفككة خلاص في تلك الفترة وقامت داخلها الدول وصراعات مفككة